ذكرت زين الدين زيدان وزين الدين زيدان طبعا تاريخ كبير في الكرة والحقيقة انه اللعيبة العالميين احنا مش بس بنرتبط بيهم كرويا لأ يعني احنا كمان بنحبهم بنتعلق بيهم بنبقى متابعين حياتهم الاجتماعية جوزمين عرف مين خلف قد ايه بيعمل ايه نضم المين سب مين بيموافق على ايه ضد ايه يعني زين الدين زيدان كان من ضم اللعيبة دي اللي كنا يعني نفسنا نشوفه بيته حتى عامل ازاي زي ما بيحصل دلاتي مع محمد صلاح لما بيجي نزل مثلا فيديو او حاجة خاصة به او اي معلومة بيبقى الجمهورة عايز يعرف عايز يعرف عن اللعيب بتاعه اللي بيحبه طبعا زين الدين زيدان او زيزو زي ما بيسميه ناس كتير من العشاق كرة القدم دايما الناس بيقولوا عليه انه هو من فئة الموهوبين الدرجة الاولى في لعبة كرة القدم الناس كتير بيحطوه في التصنيف الاول ضمن المجموعة اللي هو الكريمة لعبة كرة القدم على مدار كريمة كريمة لعبة كرة القدم دي اول مرأس مع المصطلح صحيح هو موهوب وقادر على انه اللعب بالكرة ببهارة شديدة تمرير التسديد التسجيل اللعب بالرأس زي ما عمل في نهاية كاس العالم 98 وتسبب في بكاء البرازيل لما فازوا 3-0 في النهائي فرنسا لكن دايما 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 بيفتكروا زيدان بحكتين ورأسيتين في كاس العالم بطبيعة الحال في 98 اللي هو قاد فيها فرنسا للفوز باللقب وصدم البرازيليين بتلاتة اهداف بالاضافة لذلك في 2006 الفريق الايطالي فاز على فرنسا بعد التعادل في الوقت الاصلي وفازوا ببركات الجزاء لما زيدان نطح لعب ايطاليا برأسه في جسمه في المباراة النهائية والطرد زيدان رغم انه سجل الهدف الاول لفرنسا لكن كانت النطحة لها اسبابها انه تاني اهانه وتحدث بشكل سيء عن ام واخت زيدان اللي يستفزوا فبالتالي كانت النطحة الشهيرة دي اللي تسببت انه فرنسا كمان قسرت الكاس مع ان هي كانت يعني افضل فنيا ومهاريا من ايطاليا في البطولة دي كلمنا شوية عن الجزء الاستوري او الاساطير اللي كتبتها في الكتاب او في الموسوعة اللي حضرتك عملتها عن كاس العالم طيب هو فيه كتير طبعا بس خلينا افتكر حاجة جميلة جدا انه من ضمن في البطولة الاولى 930 ارجوي لما استضافت البطولة دي ووصلت للنهائي كان قدام الارجنتين طبعا الارجنتين بلد قريب نسبيا ففيه ناس جمعا عبر نهر لابلتا و30 ألف واحد جمع عشان يشجعوا الارجنتين باعتبار ان الارجنتين ممكن تفوز وكان لها رصيد كويس لكن ارجوي كانت خص معنيد وعايزة تفوز بالبطولة دي فاختلفوا على الكرة في الاول فاتفقوا الحكم عشان كل واحد فيه ما عايز يلعب بالكرة اللي جايبها قالك اللي دي هلعب بيها فلعبوا شوت الاولاني بالكرة اللي الارجنتين اختراحتها وانتقى شوت الاولاني 2-1 لصالح الارجنتين في شوت الاولاني في شوت تاني لعبوا بكرة ارجوي وانتهت المباراة 4-2 لارجوي اللافت النظر انه كان نجم المباراة واحد اسمه هيكتور كاسترو كان يلقب المانكو المانكو ده ذو الزراع الواحدة ليه هو فعلا كان بوترة زراعه وهو صغير عمر 13 سنة كان بسوء استخدام لمنشار كهربائي وبوترة زراعه لكن بنغم ذلك فضل المانكو ده او هيكتور كاسترو هو نجم منتخب ارجوي وسجل هدف في المباراة النهائية غير انه مرر لزملائه كمان هدفين فكان نجم المباراة الاوحد هيكتور كاسترو في نهائي 1330 ترجمة نانسي قنقر